طويل هو طريق اليمنيين الشاق طريق عبده الحثيون بالرصاص والدم حوالوا قتل كل شيء حي على هذه الأرض لم يكتفوا بتحويل البلاد إلى ساحة معارك وتصفيات فقط يقول مختصون في حقوق الإنسان إن الكثير من الانتهاكات تمارس بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحثيين انتهاكات جسيمة يقرمها القانون الدولي وتندلك تحت جرائم الحرب من انتقالات للأسرة وتصفيات للأسرة تمتد انتهاكات الحثيين أيضا لتطال الأطفال مستبيحة براءتهم بشعارات دينية لتجنيدهم وتدريبهم داخل معسكرات تحت مسميات عديدة تؤكد تقارير أن حوالي خمسة آلاف من مقاتلين ميليشيا هم من الأطفال نهيك عن انتهاكات طالت النساء في معظم حقوقهن وحتى الاستحقاقات المالية الزهيدة التي كانت تدفع للأرامل كل ثلاثة أشهر على المنظمات الدولية أن تنزل إلى صنعات أو تلاحظ تشوف المدنيين المفهدين من هذه العصابة أيضا أو هذه الانقلابة التي حصلت في البلاد حتى البيوت لم تعد آمنة بفعل ممارسات الحسيين لقد أصبحت هدفا لعمليات التفجير يبقى المواطنون في الشارع لا مأولهم إلى ذلك تتعالى تحذيرات من كارثة إنسانية ومجاعة تهدد حياة الكثيرين فضلا عن انتشار الكوليرا والأوبئة وسط دمار المستشفيات والمراكز الصحية ونفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية أن الهواء بيد الحسيين لقطاعوه عن المسلمين وباستطاعتهم أن يحاربون في كل أقواتنا قوم ثمود يعيثون في أرض اليمن فسادا وظلما لم ينجوا منهم الحجر والبشر ولسان حال اليمنيين يقول متى ينتهي طريق طالت مشقته ترجمة نانسي قنقر